الأسبوع المقبل حافل بالاستحقاقات الدستورية النيابية والاحتجاجات نيابيا تتواصل المشاورات المعلنة وغير المعلنة بين الأفريقاء السياسيين والكتل النيابية لتحديد خيارات النواب في الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب الطائفة الشعية أغلقت أبوابها ماما أي تغيير وبالتالي الرئيس بري هو مرشح وهو الذي سيعود الأستاذ المجلس هناك توقعات تقول بأن السيد اليسى أبو صعب ليكون نائبا للرئيس كأنه أتى ثمر التفاهم ويرعاها حزب الله هذه المرحلة يرعاها حزب الله بمعنى أن تبقى المؤسسة التشريعية بهيئتها القيادية تكون هي موالية لهذا التيار تيارة من أظل التحركات الاحتجاجية في أكثر من كطاع لن تكون بعيدة عن موعد الجلسة البرلمانية فالمساعدون القضائيون أعلنوا التوقف عن الحضور إلى قصور العدل كافة من الاثنين ولمدة أسبوع الهيئة تأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعينة الميكانيكية أعلنت بدورها تنفيذ اعتصام سلمي الاثنين أمام وزارة الداخلية والبلديات رفضا لقرار إلغاء المعينة الميكانيكية حركات الاحتجاج هي متوقعة وستتصاعد في المرحلة المقبضة تبعا لهذا التدهو المريع في المستوى المعيشي هي مرتبطة فعلا ما بعد انتخاب مجلس النواب وهي عشية تشكيل حكومة جديدة من أجل إيصال صرخطها مطالبها هي بحد ذاتها إشارة وإنظار بأنه لا يجب التهاون من مطالب كل هذه الفئات وكل هذه القطاعات إلى ذلك دعت نقابة أصحاب المستشفيات رئيس الحكومة وكل من وزيري العمل والداخلية في حكومة تصريف الأعمال إلى تدخل لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف لحل مشكلة حساباتها المصرفية تفاديا لسيناريو الإقفال أو دفع المريض كلفة الطبابة كاملة لبنان إذن أمام مفترق طريق نيابي جديد وسط التحركات الاحتجاجية